موسيقى لما نتكلم عن الاستثمار الرياضي نتكلم عن صناعة الرياضة يكفي أن نعرف أن هذه الصناعة تمثل تقريبا حجمها تقدر في سنة 2022 600 بليون دولار على مستوى العالم ككل وهذه الصناعة تمثل تقريبا واحد في المئة من الدخل القومي الأمريكي هذه الصناعة يمكن نقسمها لقسمين في القسم المشاهد السلبي التي تتعلق بالرياضات التي تذهب إلى استادة أو تطالع في التلفزيون وفي القسم التي تكون هناك مشارك فيه اللي هو لما تروح الجيم، مراكز اللياقة، أنديات الغولف، البولينغ وما إلى ذلك فأنا تقولي في الوقت الحالي ممكن يصير صيغة تأخذ تراست أو وقف ومع الوقت لما نجذب المستثمرين تبتدي هذه الوحدات تباع إلى المستثمرين هذه التحول أعتقد له مردود مهم مستقبل أعتقد نجاح أي نادي رح يعتمد مو فقط على مدى نجاح المدير الفني أو الفريق الفني للعبة إنما المدير المالي للنادي رح يكون لهم دور مدير الاستثمار في النادي رح يكون لهم دور كبير في نجاح الاندية مثل ما شفنا التجارب في أحيان كثيرة تكون النجاح الرياضي والنجاح المالي متلازمتين مع بعض يمشون فبالتالي الوحي توقع متى ما نضجت التجربة أن يكون فيه تدفق استثماري بشكل أكبر اليوم مع تحول أندي إلى الشركات التجارية قاعدين نستكمل البيئة الحرفية أو البيئة المهنية اللي تهيئ للاحتراف بشكل دقيق يعني اليوم عندنا فقط بؤرة في احتراف لكن باقي الأشياء كلها ما فيها الجانب هذا بشكل قوي أعتقد مع هذه التحول رح نشتكمل المناخ خل نقول أو البيئة الاحترافية وهذه بطبيعة الحال رح يفرض صرامة في التعامل اللاعب يبتدي مع الاحتراف يقبل على اللعبة بما يستلزمه ضهنية الاحتراف الاهتمام صحته مستواج جوانب القصور المواضيع اللي تتعلق باللياقة والقوة البدنية اللي تحفظها من الإصابات تكون هاي مصدر رزقه حتى الأندية بالنسبة له رح تقبل على موضوع المواهب كاستثمار فأتوقع أنه رح نشوف شوية تطور حق أكاديميات بشكل أفضل في الأندية اللي تكون هي وعاء للمواهب اللي بعدين نصد لها مقابل مادي يعني كأنها استثمار في هذه المواهب وبيتم التفكير فيه بطريق عائد استثماري أكثر منه بشكل عفوي وفي الصيف ويالله وبعدين الأمور تنتهي فالمؤمل والمتوقع أنه راح ينعكس هذا على الأداء الرياضي وشفنا تأثير حتى الجانب الاحترافي اللي كان فقط في هذا المجال وتأثيره شلون ارتقى بالمستوى يبقى موضوع كثير مهم اللي هو حجم السوق شنو حجم السوق اللي يقدر يدعم هذي النشاط الرياضي وأنا أعتقد أنه راح يعتمد بعد على تطور المستوى لما المستوى يتطور الإقبال من الجماهير راح يزيد راح يلفت انتباه الرعاة راح يلفت انتباه المعلنين لأن يشوفونا في إقبال الجماهيري يعني في نهاية اليوم المعلن أو الراعي يشوف شنو حجم الجمهور اللي راح يوصل له وعلى ذي الأساس تحدد حتى القيم والأسعار والكافآت وكل ما هنالك فأكيد هي خطوة نحو نرج النشاط الرياضي بس يعني من المهم أنه ما نستعجل النتائج وأعتقد يحتاج له فترة زمنية لما تحقق النتائج المرجوع منه ترجمة نانسي قنقر